موسيقى هل تعلم أن في كل قطعة سنبوسة تتناولها ما يقارب من 100 سعر حرارية؟ وأنك تتناول بمعدل 9 قطع من السنبوسة المقلية على مائدة الإفطار مما تساوي 900 سعر حرارية أضف إلى ذلك 400 سعر حرارية في وجبة الإفطار الرئيسية بالإضافة إلى 900 سعر حرارية أخرى في وجبة العشاء و600 سعر حرارية في وجبة السعور والآن أنت تتناول بمعدل 2800 سعر حرارية يوميا السنبوسة المشوية تقلل هذا المعدل إلى 2125 سعر حرارية السنبوسة المشوية تحتوي على 25 سعر حرارية مقابل 100 سعر حرارية في السنبوسة المقلية بالزيت حضر السنبوسة المشوية بصانعة السنبوسة الكهربائية ضع المكونات المفضلة في عجينة السنبوسة ثم ضعيها في صانعة السنبوسة الكهربائية شغليها على درجة الحرارة المناسبة ثم تركيها لمدة ثماني دقائق فقط تمتعي أنت وعائلتك بأطيب طعم مقرمشة، صحية وبدون زيت صانعة السبوسة الكهربائية فقط لدى ساكو